سلام أصدقائي في هذا الفيديو سوف أتكلم عن الخطوط خطوط الفوتوشوب والويندوز وبرامج الوفيس بشكل عام للأجهزة الضعيفة طبعا بعض الأصدقاء قاموا بتثبيت الحزم التي قمت بعرضها في اليوديوهات السابقة للغة العربية أو اللغة الإنجليزية تجدون الرابط في الوصف يقوم بتثبيت مجموعة كبيرة من الخطوط مثلا ممكن 70 ألف خط 20 ألف خط العدد لا يهم المهم العدد كبير بالنسبة لهذا الجهاز الحل بسيط جدا صديقي إن كنت قمت بتثبيت عدد كبير جدا من الخطوط فقط انتقل إلى هذا الرابط الذي أقوم بفتحي الآن يقوم بالدخول إلى ويندوز وخطوط ويندوز في هذا المجلد يظهر لنا ما يستخدم ويندوز من خطوط طبعا هنا تستخدم كافة الخطوط لكل البرامج يعني إذا حزفت أي خط من هنا سوف يختفي في كل البرامج وإذا أضفت خط سوف يظهر في كل البرامج الطريقة سهلة جدا الآن يمكنك اختيار الخطوط التي قمت بتثبيتها فقط وقم بالضغط delete احذفهم الآن إذا كنت لم تثبت الخطوط وتريد تثبيت خطوط جديدة ولكن الجهاز لديك ضعيف الحاسوب لديك قدرته ضعيفة جدا يمكنك اختيار خطوط معينة سوف تظهر لك طبعا في المجلد تضغط على معينة الخط تختار الخط الذي تريد وتختار تنصيب فيمكنك تنصيب خط أو خطين أو ثلاثة وحتى إزالته بعد انتهاء عملية التنصيب أو انتهاء مشروعك طبعا تجدون رابط الخطوط العربية في الوصف ورابط الخطوط الأجنبية في الوصف خطوط رائعة جدا ومميزة سوف تساعدك